المشكلة القائمة حاليا نصفة الكابتن محمد عادل ومبراطة الزمالك والبنك العلي رأيك ايه فيها من اولها الاخيرة من اولها الاخيرة هي ادارة غلط ادارة غلط ادارة غلط من ناحية ايه اولا محمد عادل ما تعيانش في الموضع ده اصل اساسا انت محمد عادل مسكه شهر شهر ونص ايزاء نفسي بمعنى ايزاء نفسي ازاي اقولك ازاي محمد عادل تم استبعاده وكان من القائمة الدولية ورجع وراح قعد يوم كامل هو سامي هلال في اتحاد المصر لقرط القدم يطلب حقه ولولا ذهابوا لاتحاد المصر لقرط القدم تاني يوم استبعادهم القائمة ممكنش رجع القائمة ده اول اول حاجة ميلي كان استبعدوا كان ابراهيم نوردي ورجع محمد فروق اللي حط ده الكلام ده حصل في 48 ساعة فقعد يوم كامل عشان اطالب بحق ورجع القائمة الدولية ده اول اول نقطة النقطة التانية انا راجل مصنف رقم واحد في فيتور براءة السنة اللي فاتت هو فعلا كان افضل حكم في الموسم اللي فات فنيا ومع ذلك انا قلت عشان برد اربط المواضيع انا قلت امن عمر لازم تحط رقم واحد عشان ندعمه غرح كاس عالم نفس اللي حصل معي بالكلام وانشوف عادل رقم واحد فنيا يتحط رقم واحد لكن لازم تحط امن عمر رقم واحد عشان تدعمه في اللي جاي دي كان تالي حاجة لما الراجل بالمنظر ده لازم يروح السوبر مينفحش عود السوبر من غير رقم واحد عندي اداء نسانة اللي فاتت فاتظلم بعدم يروح السوبر الحاجة التالتة لما جاء معسكر لعداد الموسم الجديد وجاء حكام النغبة كلهم جم الحكام الدولين بيه الكامل موجودين في المعسكر الاولين محمد الهالي مش موجود فطلع الطعناط في خلال شهر الراجل ده نفسيا متضمر نفسيا ماينفحش يلعب ماتش زي زمالك وبنك اهلي في البداية طب وليه الدولة زمالك وبنك اهلي بص كل الحكام اللي لعبوا في الاسبوع الاولاني يلعبوا ماتشاط القسم التاني تم اعدادهم إلا محمد عادل تخيل الحياة كلها حاجات كلها مش هل كان فيه تعمد ونفكر يعني هل فيه تعمد انه يورط كابتل محمد عادل في المرازة دي وو مش جاهز انا مش عايز اقول تورط بس في الاخر يعني انا شافه ما كانش مرتاح محمد اللي حصل معاه شيء مش مريح شيء مش كويس محمد على فكرة يعني سافرنا مع بعض والعلم مع بعض وكان عايشه مالحي مع بعض وكزال مع ابراهيم ابراهيم كان عاش معاه وكان حاكم ويرف محمد عادل ويرف كمية محمد عادل وقالو لك على حاجة من اكتر الحكام امانة في الدور المصري ومن اكتر حكام كفاءة في الدور المصري ومع فكرة لما فيجي مرمي الفرق يظلمه محمد عادل رجل يعني نزهة السن فيه وانا اشخصير قصك فيه ثقة عمياء لا لوف في مين ولا لوف في شمال بس اتظلم اتظلم باللي حصل فيه قبل المطش هو نزل المطش انا بتفرج على المطش ونحلل الراجل مش شايف مش شايف انه هو فعلا نفسيا تعبان فلما تنزهر في المطش ده ده وبرضه بقول له محمد عادل انتحكم كبير لما تبقى نفسيا بالمنظر ده قول لا مش اخد المطش حقه لما تحقق عينه فحاجة لا انا انا مش جاهز مش العب اهل وزمالك في الاول انا ممكن العب مطش ابدأ ساخن به العب قسمي تاخن به على نفسيا انا بمهي ان دي المطش الكبيرة في الدورة تمام